أعلنت سلطات البرازيلية حداداً رسمياً في البلاد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة أسطورة كرة القدم بيلي مسامس عن عمر 82 عاماً بعد سراعاً مع مرض السرطان في مستشفى ألبرت إنشتاين في مدينة سوباولو وكان بيلي قد بدأ رحلة العلاج من سرطان القلون عام 2021 ودخل المستشفى منذ شهر لتلقي العلاج أو علاج مكثف بسبب تدهور صحته بثلاثة ألقاب في كأس العالم وإنجازات عديدة رحل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي تاركاً وراءه إرثاً كروياً يصعب تكراره بيلي أو الملك حسب ما يلقبه عشاق نادي سانتوس البرازيلي سيعود يوم الاثنين المقبل إلى ملعب أوربانو كالديرا الخاص بنادي سانتوس في نعش ذهبي ليستقر في منتصف الملعب في ظهوره الأخير قبل أن يوارى جثمانه الثرى يوم الثلاثة وسيتم فتح الملعب لحضور الجماهير بالسعة الكاملة لإلقاء التحية الأخيرة لبيلي الذي سيوضع في نعش يحمل صورته عندما كان شاباً يحمل كأس العالم في يده كما سيقوم النادي بوضع تاج ذهبي على قميص النادي تخليداً لذكراه وكانت الجماهير قد تجمعت بالقرب من ملعب مراكان التاريخي فور إعلان رحيل الجوهرة السوداء تعبيراً عن حزنها كما توالت ردود الفعل من مشاهير وسياسيين ولاعبين حاليين وسابقين وفرق رياضية وأعلن الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولتسونارو الحداد الرسمي لثلاثة أيام بدوره كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لولادا سيلفيا على تويتر أنه لم يكن هناك رقم عشرة في قيمة وقامة بيلي نجم كرة القدم بدورهم عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل بيلي النجم البرازيلي نمار كتب عبر انستجرام كرة القدم قبل بيلي كانت مجرد رياضة لقد غير بيلي كل شيء وجعل كرة القدم فناً بدوره كتب النجم البرازيلي السابق رونالدو عبر انستجرام فريد من نوعه عظيم حيث وصل بيلي مكثى لم يغادر القمة أبداً ملك كرة القدم والأعظم في كل الأوقات هذا ونشر كل من اليونيل ميسي المتوج بكأس العالم وكريستيانو رونالدو وكيليان بابي وغيرهم من النجوم صوراً تجمعهم بالأسطورة البرازيلية الراحلة التعزية أتت أيضاً من معظم الأندية الأوروبية ورؤسائها كما أعربت الأندية الأرجنتينية عن تعزيها بينما نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مقاطع مصورة حصرية للأسطورة الراحلة تخليداً لذكراه للمزيد من عمان ينظم إلينا معتصم يونس الصحفي الرياضي مرحبا بك معنا معتصم إذن رحيل الملك كما كان يلقب عن عمر 82 عاماً حدثنا عن إرث بيلي رياضياً وأيضاً داخل وخارج الملاعب ماذا ترك وراءه بيلي؟ نعم مساء الخير عزيزي جمال تحية لكم ولكل الزمناء الكرام في قناة العرب وكل مشاهدكم الأفاضل نعم بكل تأكيد بالنسبة لبيلي أحد وأشهر وأعظم أساطير كرة القدم العالمية رحل وترك وراءه الكثير من الإرث الكثير من الرسائل التي حتى اللحظة لربما لازلت تؤثر وتلهم الكثير من ملايين عشاق هذه اللعبة وحتى لاعبين كرة القدم حول العالم بيلي لم يكن مجرد أسطورة كرة قدم لم يكن مجرد لاعب صنع الكثير من الأمجاد برفقة المنتخب البرازيلي بيلي استغل شهرتها أفضل استغلال على الصعيد الإنساني والمجتمعي بيلي من حارب الفقر من حارب عدم التعلم من حارب التمييز من حارب العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء من حول أن يكون سفير داخل الملعب وأن يكون كذلك خارج الملعب بيلي الذي لربما يعتبر في تاريخ كرة القدم العالمية وبشهادة الفيفا بأنه هو أعظم لاعب في القرن الماضي حقق الكثير لمنتخب السيليساو بتحقيق ثلاثة ألقاب لكأس العالم وحتى في نسخة 66 لم يكن في أفضل أحواله البدنية كان يعاني من إصاب لو كان في أفضل أحواله لنجحة البرازيل أيضا بتحقيق أربعة ألقاب توالية انطلاقا من نسخة 58 وصولا إلى نسخة 70 بالنسبة لبيلي لربما شيء لا تحدث به مجددا في خصائص بيلي المهارية والفنية هنا أسألك فنيا بالفعل ومهاريا وأعود هنا إلى هذه التدوينة وتغريدة استوقفتني حقيقة لنايمار قال كانت مجرد لعبة وحولها بيلي إلى فن وأضيف هنا أيضا إلى عشقا للجماهير فنيا في ماذا تميز بيلي مقارنة بكل اللاعبين الذين جاءوا بعده نعم هذه النقطة هي الأهم والأميز في تاريخ ومسيرة بيلي بيلي كان سريع بيلي كان مهاري بيلي كان يمتلك أسلوب مراوغة مختلف كل لعبي العالم في الوقت الراهن وكل منصات تدريب مدربين كرة القدم يقومون بتدريب الإمكانيات والمهارات والفنيات التي كان يقوم بها بيلي تخيل عزيز الجمال مقابل بيلي كانت لعبة كرة القدم لعبة جماعية عندما جاء بيلي في 16 من عمره عام 57 ومن ثم 58 كان أول موسم له برفقة المنتخب البرازيلي أظهر للعالم معنى المهاجم الصريح والمهاجم التنوي والمهاجم المنفرد كيف يكون له إمكانيات مختلفة في المراوغة لم يعد هناك سطوة للعب الجماعي خاصة في الحالة الهجومية بيلي هو من خلق الشخصية المنفردة للمهاجم ليكون مؤثر في منتخبها أو فريقي لأنه كان يمتلك قدرة رائعة ورهيبة على المراوغة كان يمتلك أسلوب استثنائي لم يكن شيء معتادون عليه العالم وحتى في نسخة 70 آخر لقب حققه برفقة المنتخب البرازيلي وهو النجمة الثالثة للسلسة وعندما كانت كرة القدم يتم بثها بالألوان تفاجأ العالم بأجمع بأنهم أصبحوا يشاهدون سحر على أرضية الميدان ليست مهارات كرة قدم عادية شيء لم نراه سابقا لاعب سريع لاعب مهاري لاعب يمتلك أسلوب مراوغة للمدافعين قادرين على التعامل معه ولا حتى يمكن التكاهن بطريقة أسلوبه في التحرك وفي المراوغة في أيهم أفضل بالرأس أم بالقدم اليسرى أم اليمنى أو حتى في التمويه بالجسد كل اللاعبين الآن هم يقلدون ما بدأه بيلي بيلي يتحدثون عنه هناك في البرازيل بأنهم بالرغم من أساطير من سلسلة طويلة من النجوم المهاريين الذين جاءوا في تاريخ كرة القدم البرازيلية والعالمية على رأسهم منتخب البرازيل 82 منتخب زيكو منتخب سكرات منتخب الكثير من السحرة عندما فشلوا في إحراز لقب كأس العالم 82 قالوا كنا نعتقد بأننا نمتلك شيء من بيلي ولكن الحقيقة هناك فقط بيلي واحد بالرغم من أن بيلي عندما نتخب بإحراز ثلاثة ألقاب نعم أشكرك جزيلا شكرا مع تصميونس الصحفية الرياضية حدثتنا من عمان شكرا لك